تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمية حيث تمكنت وزارة الداخلية خلالها 24 ساعة من ضبط 482 قضية تمونية بمضبطات بلغت ما يقترب من 147 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 93 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 16.5 طن أسمنت أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فتم ضبط أكثر من 37 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 715 قضية من بينها 7 أو 75 قضية للخبز ناقص الوزن و81 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 13 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 34 طن أقمح محلية ترجمة نانسي قنقر